في إطار متابعة تذبذب وتوزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بسبب الندرة وتوفر هذه المواد في السوق تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بتيارت من حجز كميات تفوق 23 ألف لتر من مادة زيت المائدة والمتمثلة في 4608 قارورة سعة 5 لتر وهذا بسبب انعدام الفوترة التحقيق المتواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة سيتم تسليم هذه المحجوزات إلى مصالح أملك الدولة بتيارت